المد البحري المدمر في لحظة هدوء الطبيعة، يمكن أن يتحول كل شيء فجأة إلى كارثة. تاسونامي هو أحد تلك الظواهر الكارثية التي لا يمكن التنبؤ بها. تبدأ الأمواج في التشكل عندما يحدث زلزال قوي تحت سطح البحر. هذا الزلزال يؤدي إلى تحريك كميات هائلة من المياه. تتحرك الأمواج بسرعة رهيبة تحت سطح الماء، مما يجعلها غير مرئية تقريباً للسفن والمراقبين. عندما تقترب الأمواج من الساحل، تبدأ في الارتفاع بشكل مخيف وتتحول إلى جدران مائية ضخمة. تضرب الأمواج اليابسة بقوة كبيرة وتحمل معها كل ما يعترض طريقها، مما يؤدي إلى دمار واسع. تاسونامي لا يترك وراءه سوى الدمار والفوضى. تدمير المنازل، واقتلاع الأشجار، وتحطيم البنية التحتية. الناس يجدون أنفسهم في مواجهة قوى طبيعية لا يمكن السيطرة عليها. يختفون في غضون لحظات، تاركين وراءهم حيرة وقلق. جهود الإنقاذ تبدأ فوراً، لكن الوقت يكون حاسماً. الفرص لإنقاذ الأرواح تقل مع كل دقيقة تمر. الحكومات والمنظمات تعمل جاهدة لتقديم المساعدة الفورية. الطعام والماء والخيام تكون أولويات قصوى. تحتاج المناطق المتضررة إلى سنوات طويلة للتعافي من آثار تاسونامي. الجراح النفسية والمادية تستمر لفترات طويلة. البحوث العلمية مستمرة لتطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية. التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في تقليل خسائر الأرواح. في النهاية، تاسونامي يذكرنا بقوة الطبيعة وجبروتها، ويحثنا على الاستعداد الدائم لمواجهة تلك الظواهر الطبيعية.